يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى دايماً معاكم إيمان مختار كل يوم اتنين الساعة السبعة بالدقيقة ويحكى أنا النهاردة بقى أنا جاي أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جداً جداً تبان عادية بس إنتوا عارفين طبعاً موضوعاتنا طول الوقت عادية السهل الممتنع ومن غير حقيقة الحاجة دي ما نقدرش نعيش النهاردة هنتكلم عن الأكل بتقولي إيه؟ الأكل؟ آه هنتكلم النهاردة عن الأكل بس مش أي أكل ده بالتحديد كده emotional eating اللي هو إيه يعني؟ يعني الأكل العاطفي هو فيه أكل عاطفي وفيه أكل نيكا دي؟ آه فيه أكل عاطفي الأكل العاطفي ده اللي مرتبط بحالتنا النفسية ومشاعرنا الحلوة خلينا أقول كده في البداية إن ما فيه الشك إن الأكل في حياتنا سبب مهم جداً من أسباب السعادة كتير مننا عاش الإحساس ده قبل كده ما بروح قبل نخلص شغل دلوقتي وروح هكلم أمي مساء عاملة أكل النهاردة آه يا سلام بقى لو قالتلي عاملة لك ملوخية ولا محشي ولا ورق عينب اللي أنا بحبه فيه أكلات كده معينة إحنا بنحبها بتدينا سعادة يعني ناس تحب الماكرونة الفشاميل ناس تحب المحشي ناس تحب السوشي أي أكلة أنا بحبها الأكل فعلاً سعادة وفيه ناس سعادتها إن هي تخرج يلا بينا نتلم النهاردة ونخرج خروجة حلوة الخروجة الحلوة دي كلها ملمومة على الأكل إن إحنا نروح نجرب أكلة جديدة عشان كده فيه ناس كتير جداً بتتابع صفحات بلوجرز بيقدموا أنواع أكل أو أكلات وتلاقيه بيقولك أحسن مكان ممكن تاكل فيه سوشي كذا أحسن مكان تاكل فيه سمك كذا يعني بيدونا كده إيه جايد إن إحنا نروح ناكل الأكل ده فين بغض النظر إن الأكلات دي صحية أو مصصحية بس إحنا بنروح مع الأكل إحنا أصلاً شعب بيحب الأكل شعب أكيل يعني بس في نفس الوقت عايز أقول إن أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها يقولك اللي يزيد عن حده يتقلب ضده والمتعة دي اللي إحنا بنحسها في الأكل والأكل اللي إحنا بنحبه ممكن بدل ما تبقى متعة حب تبقى تتقلب لحزن لأن الأكل من غير نظام صحي أو من غير كنترول ممكن يجيب أمراض كتيرة جداً وطبعاً أهم مرض بنتكلم عليه ومرض السمنة وبلاش بقى الكلام اللي فيه بعد الستات بتصدق فيه إن مثلاً السمنة دي من علامات الجمال زي إيه مثلاً؟ زي مثلاً إن الصين الصين طبعاً تعرفين فيها ستات كتيرة قوي مليانة في الوزن خلاص؟ وعندهم كده إيه؟ يعني زي حكمة بتقول اللي هتتجاوز أسرع هي اللي هي مليانة أكتر يعني السمينة أكتر فالصين هي اللي هتتجاوز أسرع أما بقى لو رحنا في تنام يقولك بقى السمنة رمز للراحة النفسية يعني كل ما تبقى تخين كل ما يقولك لقى الراجل ده مرتاح نفسي أما بقى في الحضارة الهندية فالسمنة هي رمز للعظمة والكبرياء يا سلام طبعاً كل الكلام ده مش حقيقي لأن السمنة خطر جداً جداً على الستة أو على الراجل المشكلة كمان اللي هتركز عليها النهاردة إن في ناس عندها الأكل نوع من أنواع تفريغ الطاقة يعني أنا بيأكل 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 كل حاجة نعم هو بيفرغ طاقة ومرتبط جداً بالمشاعر والحالة النفسية وده اللي معروف باسم الاموشنال ايتنج أو الأكل العاطفي هنتكلم النهاردة أكتر بالتفصيل عن أنواع الأكل ديت وإيه الحاجات اللي بتدينا نوع من العاطفة الحلوة اللي بناكلها يعني إيه الأكلات اللي بناكلها أو نوع الأكل اللي بناكله اللي بيخلينا مرتاحين نفسياً كده وحسين بالسعادة وإزاي نقدر نسيطر على رغبتنا في الأكل لأن فيه ناس تأكلوا بشكل مرضي يعني يعني بيأكل 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 ما عندوش حتة الشبع اللي هو أنا بيأكل وخلاص طاقة بتطلع وخلاص متضايق يعني مثلاً زي إحنا كبنات وستات أنا من الناس اللي لما بزعل ما بكلش خالص فيه واحدة صاحبتي بقى لما بتزعل ما بتسبش الأكل أكل ليل ونهار تقولي أنا بقى بقوم الفجر رفتح التلاج أكل أي حاجة قدامي في التلاج شخصيات يعني أنا بميل زعل ما بكلش ولما بفرح برضو ما بكلش فيه ناس تفرح تاكل تزعل تاكل طب ما إحنا بقى عايزين نعرف بقى نعمل كنترول على الحتة دي ومين بيحب الأكل أكتر الستات ولا الرجالة ترجمة نانسي قنقر